الأنسب والتشكيل الأمثل من وجهة نظرك اللي تلعب بيه ماتش العودة في بريتوريا وخصوصاً إن أنا زي ما كنت أتكلم إنه كورة سانداونز كورة محترمة فرقة محترمة تداش تقول فيه نجوم يعني برزة قوي لكن تحس إنه الفريق كله فيه حالة الانسجام والتفاهم والتناغم اللي جعلوا بيها كورة حالة اللعب الجماعي دي ودي واحدة النهاردة يعني مدرسة النهاردة متفرجة على باب جورديولا انت بتشوف فرقة بتلعب تقريباً بدون مهاجم صريح يعني بتهالي جورديولا بنزل طريقة لعب جديدة السوق السنة دي بيلعب بدون مهاجم صريح حاطة أجويرو حاطة خصوص على الدكة بيلعب بمهاجم واهمي غالباً بيبقى رحيم ستيرلينج أو برناردو سيلفا أو فاضن في الفاضن والفرقة كلها هي نجب الفرقة كلها بتلعب بحالة انسجام ودي طريقة خطيرة جداً على فكرة يعني أرهق بيها عمالقة أوروبا بيقدم كرة مختلفة وده اسلوب لعب سان داونز بشكل كبير وهجمك جهنة طمعان فيك وهجمك ولعبك على أرضك بغرض انه يسجل فيك وكاد قطيحت ليه فرص خطيرة كان ممكن انه يسجل تلعب معاه ازاي وهو على أرضه جريح عايز يرمج بكل تقلو عشان يعوض نتيجة القاهرة 90 ديئة مهمة جداً الحقيقة للسان داونز و90 ديئة مهمة جداً جداً للعبتنا بالتأكيد مباراة زي دي في ظل المستوى الفني اللي وصل ليه وما شاهدناه في المباراة الأقيرة الاختراقات مش بس من العمق الاختراقات من الأطراف بيمتلكوا مجموعة من اللعبين بيمتلكوا إمكانيات فنية وبدنية مميزة جداً جداً الحقيقة أصحاب قرار داخل الملعب كمان شفنا تزديدات مهمة جداً جداً من خط وسط ملعب سان داونز بيمتلكوا مجموعة من اللعبين اللي بيمتلكوا سرعات كبيرة جداً جداً وبالتالي أنت بتواجه فريق أنا شايفه الحقيقة فريق بيلعب بطريقة جماعية بطريقة مميزة جداً جداً أو بشكل جماعي بطريقة مميزة جداً أعتقد أن غلق الملعب أو المساحات داخل الملعب عدم وجود فرصة للمساحات اللي كانت موجودة في خط وسط ملعبنا في المباراة اللي فاتت مش هقول الضغط على صندق ونز هناك ولكن هقول تأفيل المساحات وغلق المساحات أكتر بشكل كبير جداً على الأطراف وفي العمق وده هيتطلب أن يكون مع السولية ومع ديانج أعتقد من وجهة نظر أنه ممكن يتواجد حمدي فتحي كمان حمدي صعب يلحب ماتش سنواز ممكن يبقى أكرم يبقى أكرم توفيق يعني شايف أنه ممكن حمدي فتحي أو أكرم توفيق خلينا في أكرم توفيق والأجهز بشكل كبير أعتقد أنه ده ممكن يدي تبتدي التلاتة في نص الملعب أعتقد بشكل كبير جداً هيقفل المساحات على صندونز لأنه شفنا طريقة الاستحواز أحمد شفنا الملعب صندونز أو مباراتنا أمام صندونز كان فيها استحواز بشكل كبير جداً في وسط الملعب وده إدهم مساحات كبيرة جداً هم يلعبوا على الأطراف ويختارقهم من العمر وكان فيه تزدادات خطيرة جداً على الشنوي حيات تقلق الشنوي في هذه المباراة ترى أن المسا المرشباني سيبدأ المباراة مأمن أكثر مأمن أكثر لا لا بالتأكيد مش حيبادر طريقة ده شك شفنا المبادرة دي في مطش الوداد يعني أنا فاكر جداً مطش الوداد وده كان واحد من أصعب المطشوات السنة اللي فاتت وكان مفتاح أنا بشوف أنه مفتاح فوز الأهلي بالعشرة كان مطش الوداد في المال صحيح صحيح فكرة المفاجأة والمبادرة مع الفريل كبير على ملعبه وعلى أرضه مش سناديو ورد من وجهة نظرك أعتقد مع سانداونز صعب صعب لأنه بتأكيد مسلمين يعني خلص يعني عنده دراية كاملة بشكل كبير جداً لسانداونز عارف أنه الضغط على سانداونز هناك في زل التوقيت نحن نلعب ثلاثة الظهر أعتقد هيكون في درجة حرارة عالية جداً في سرعات وقوة جسمانية يعني إحنا تطميننا أنا أول سؤال نهاردة سألته الكريم وهو معنا من جنوب أفريقيا جو أخبره إيه؟ معقول قال لك الحمد لله جو معقول في درجة حرارة طبعاً لأنك تلعب الصبح ساعة ثلاثة دوبر يعني بس ما هيش درجة حرارة اللي زي أدغال أفريقيا ممكن نتخوف من هنا بالظبط كامش ولكن التوقيت مع المجهود والتوقيت ده مع مرور الوقت أثناء المباراة لمستر موسميني فبالتالي أعتقد أنه هيتراجع شوية وغلق المساحات في وسط الملعب والأطراف أعتقد ده هيفر كتير جداً في المباراة دي إن شاء الله طموحي الشخصي أو يا طموح كل الأهلوية أنك تروح هناك على الأقل سجل هدف بشوف أنه تسجيل الأهلي الهدف في ملعب سانداونز يحسم بشكل كبير ويصعب بشكل كبير جداً مهمة فرقة سانداونز لكن هتعمل ده إزاي وخصوصاً لو أنت السيناريو بتاعك هو اللي يمكن يكون أعرب للتطبيق يعني من ميستر موسميني لابد في الحالة دي أنك تعتمد على سرعات مين من وجهة نظرك ممكن يكون العنصر الحاسم أو العنصر المفاجئة السرعات اللي ممكن يعتمد عليها ميستر موسميني في نقل الهجمة أو تنفيذ هجمة مرتدة حطي للتشكيل كده بتاع المباراة شوف إحنا في المباراة اللي فاتت في ضغط المباراة دي لأنه كان من الصعوبة جداً أنك تقدر تنفذ كل التكتك بتاعك وكل النواحي التكتكية والخططية بتاعتك في زل ضغط مباراة تلعب كل ثلاث يام أو كل طريباً كل ثلاث يام مباراة أنك تطلع بالكرة من تحت وبالتالي اتمرننا شوية في النيد الأهلي في المباراة اللي فاتت على الكرات الطويلة في العمر وأعتقد أنها نجحت بشكل كبير جداً خاصة كماني برضو كمان بالصراحة الناس مش مش مختنع مش مختنع آه يعني في مثل بالبلدي كده بيقول تكسبه إلعب ماشي فبالتالي أنت في مباراة حاسمة أنا شايف حاسمة لحقيقة لأنه فريس أندوز من الفرق الكبيرة جداً فأمانتك مقبول كمرحلة كمرحلة بالتأكيد الناس متخوفة جداً من طريقة اللعب والأداء النادي الأهلي ولكن على مستوى النتاج خلينا متفقين جميعاً مفيش خلاف المسلمين يمع النادي الأهلي فرق كتير جداً وحقق التارجت اللي كان مطلوب منه مبتوط في هذه المرحلة أنت بحتاج تلعب بطريقة تكسب بيها أو تخرج بيها بنتيجة إيجابية سواء تعيدل أو فوز إن شاء الله نقدر نحسم هذه المرحلة ونتخطى هذا الدول أعتقد أنه محمد شريف أعتقد أنه أفشة طهر محمد طهر في الخط الهبومي مع الثلاثة اللي تكلمنا عنهم عمر السلية وديانج وأكرم توفيق ثلاثة واثنين تحت محمد شريف وطبعاً الخط الخلفي متفقين أعتقد جميعاً رمي ربيعة مع بدر بنون ومحمد هاني وأيمان أشرف نحات الشماء أعتقد أنه إن دي الطريقة الأنسب في غلق المساحات ويكون عندك سرعات نكلم محمد طهر محمد طهر عنده سرعات محمد شريف عنده سرعات كبيرة جداً وحاسم في قراراته أفشة الحياة أصبح في الفترة الأخيرة ملهم أنا شايف في الحياة قراراته سليمة بالنسبة كبيرة جداً المسبوس عنده أصبح تقريباً نادر جداً فأتمنى إن شاء الله أن الطريقة دي إن شاء الله نقدر نغلق بيها المساحات ونقدر نلعب بيها الكرات الطويلة أو على الأقل هيكون عندنا استحواز أحمد وده مهم جداً غلق المساحات على سانداونز وإنك تقدر تستحوز في وسط الملعب هيقلل خطورة لعيب سانداونز على مرمى النادي الأهلي في المباراة القادمة يعني بتوقع أنها إن شاء الله مباراة صعبة لكن رجالتنا إن شاء الله قادر على تجاوزها بشوف أن أفضلية تنفوز في القاهرة تريحنا على أقل نفسياً ومعنوياً جداً وتصدر لهم هم حالة الألق والتوتر أتمنى بس أنه نستغل ده هيكون في مساحات طبعاً كلامك مهم جداً ولكن الضغط العصبي الأكبر على سانداونز مظبوط وبالتأكيد هيكون في أخطاء كبيرة جداً وهيكون في مساحات أكبر لأنه ما هي دي اللقطة اللي احنا بقى ندور عليه